قمة بغداد للتعاون والشراكة بينما تزينت شوارع بغداد الرشيد بالأعلام لاستقبال القادة والمسؤولين الذين سيشاركون في قمة بغداد للتعاون والشراكة فإن وسائل الإعلام العربية والأجنبية صلطت الضوء على الدور الذي لعبه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الإعداد للقمة وإذا كان هناك انقسام حول النتائج التي ستخرج بها القمة فإن الجميع متفق على أنها خطوة استراتيجية يسعى خلالها العراق لتحقيق تقارب دولي إقليمي يمهد لانعكاس نتائجه على المنطقة ومحيطه الإقليمي واستعادة دور بغداد في تحقيق أجواء إيجابية بين دول متصارعة بينها خلافة كبيرة تعقد بمشاركة رؤساء دول وحكومات وشخصيات إقليمية ودولية رفيعة وفي قاعة القصر الحكومي الكبرى سيلتأم جمع القادة والمسؤولين في دول الجوار بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو الذي يعول على دوره في زيادة زخم الانفتاح الإقليمي على أوروبا وتوسيع أطر التعاون المشترك لدول المنطقة وسائل الإعلام اهتمت بالملفات التي ستناقشها القمة لا سيما حل حالة أزمة الصراعات بين الدول الإقليمية التي أفردت لها وسائل الإعلام مساحات واسعة على صفحاتها وأثنت على جهود الكاظمي في استعادة العراق لدوره الريادي والفاعل في المنطقة وسط توقعات أن يمهد المؤتمر لفتح صفحة جديدة من العلاقة بين إيران والولايات المتحدة القمة ستناقش ملفات المنطقة المشتركة وتقريب وجهات النظر وحل حالة أزمات الدول الإقليمية ومع تبني تلك الرؤى المختلفة التي تترقب انطلاق اجتماع مؤتمر القمة في بغداد أكملت الجهات الحكومية تحضيراتها الفنية واللوجستية لتحقيق أجواء إيجابية لاجتماعات القمة ترجمة نانسي قنقر